وللمتابعين دموا لنا من بيروت المحلل العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو سيدة العميد ما الذي يعنيه الآن بدء عملية عسكرية الآن في القنيتر هذا استكمال للعملية التي بدأت منذ حوالي الشهر ونصف على محافظة درعة وهذا واضح بأنه من ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والنظام السوري للسماح للجيش السوري النظامي بالعودة إلى الخطوط التي كان عليها منذ العام 1974 وبعدم السماح للإيرانيين ولقوات حزب الله بالتقدم إلى هذه المناطق وقد سبق وصرح بنيمين نتنياهو منذ يومين أو ثلاثة أيام بأن الروس حددوا مسافة 80 كم عن حدود الجولان للتواجد الإيراني والتواجد حزب الله سيدة العميد على غرار الحديث الآن على إسرائيل ولكن الآن قرية مسحرة التي تبعد 11 كم فقط عن هدبة الجولان المحتلة ألن يجعل ذلك الجيش الإسرائيلي يتحرك؟ أبدا إطلاقا الإسرائيليون لم يتحركوا لدرعة ولن يتحركوا للقنترا الاتفاق هو إسرائيلي روسي وعلى ما يبدو النظام السوري حتى هذه اللحظة يحترم هذا الاتفاق وعندما تشك إسرائيل بأن هذا الاتفاق يتم خرقه تقوم بغارات حتى الآن قامت بغارتين على مواقع إيرانية منذ أيام وأسقطت طائرتين استطلاع بدون طيار للجيش السوري ليعنى بذلك بأن هناك خطوط حمر لا يجب على النظام تجاوزها والنظام إجمالا يحترم هذه الخطوط كما احترم وقف اطلاق النار منذ العام 1974 وكافة التحليلات تقول ومن ضمنها تصاريح لنتانياهو ولليبرمن بأن الوضع في الجولان سيعود إلى ما كان عليه منذ توقيع فق الاشتباك في العام 1974 لذلك لا أرى إطلاقا تدخلا إسرائيليا ليمنع هذه العملية والذي دفع الثمن هو الثوار السوريين الموجودين في هذه المنطقة وأظن بأن مصير هذه المنطقة سيكون مماثلا لمصير درعة أن بعض القاتلين سينسحبون وآخرون سينسحبون هدف ما يخص الجنوب ماذا عن الشمال؟ هل الآن إجلاء المعارضة السورية إلى إدلب؟ هل يعني بداية نهاية المعارضة السورية؟ أنا لا أظن أن المعارضة السورية انتهت أو ستنتهي فالمسألة ليست مسألة سيطرة على الأرض وليست مسألة فرض استقرار بالقوة النظام يسيطر الآن على حوالي الستين بالمئة من الأراضي السورية وهذه السيطرة هي بالقوة ولا يجب أن ننسى أن هناك إثنى عشر مليون سوري نازح سبع مليون منهم ضمن سوريا وخمس مليون خارج سوريا هؤلاء النازحين هم من المعارضة السورية إجمالا يرفضون العودة إلى مناطق سيطرة النظام ولا يمكن التحدث عن حلول في سوريا بالقوة وتجاهل هؤلاء فهؤلاء النازحين هم قنبلة موقوطة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وفي أي ظرف عند أي تغيير أو خلل في الوضع الجيوسياسي يمكن تسليحهم وإعادة استعمالهم وهذه ستكون مأساة كبيرة لذلك الحديث عن حل في سوريا هو في غير مكانه هناك ربما وقف اطلق نار ولكن ليس حل انتهى وقتا مقابلة تماما شكرا جزيلا لك من بيروت المحلل العسكري والاستراتيجية العميد خليل الحلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر